روجي مراسل شبكة شامن إدلب أبو علي أهلا بك القصف يتجدد على بنش وبعض القرى في إدلب صف لنا صورة الوضع الآن وهل ما زال القصف مستمر إلى اللحظة بسم الله الرحمن الرحيم شهدت مدينة بنش ليلا قصف عنيب براجمات الصواريخ حيث تقضى أكثر من ثلاثين صاروخ على المدينة وكان هناك عدد من الجرحى وبعض الأضرار المادية أما في جسر الشهور قامت عصابات الأسهد في قريب في وضع حواجز على كل الطرق المؤدية للبلدة بلدة فريكة خوفا من مهاجمة كتائب الجيش الحر للحواجز المتواجدة فيها أما في نفس مدينة جسر الشهور كان هناك انفار أمن كثيف على الحواجز وخصوصا على حواجز الحي الشمالي وتعرضت بلدة النادية للقصف بالقصف من القيران الحربي براميل المتفجرة أما في جبل الزاوية تعرض معظم قرى جبل الزاوية للقصف من المتفجرة الثقيلة ومن الحواجز المتواجدة في الحامدية وحاجز صيانجل ومعرفة نمان أكثر القرى التي تعرضت من القصف هي قرى كفر سيشني وقرى جيرسامبل وفريكيا وشنان وبلدة البارة والمغارة وقام الجيش الحرة في جبل الزاوية بتأمين انشطات أهثر من 16 عسكري من حاجز الرامي و12 عسكري من حاجز الرامي المتواجدة لنا في أريحة وأرمجود في معرفة نمان الطيران الحربي قصف الجد لراجمات الصواريخ على وسط المدينة مما أدى لتدمير العديد من المنازل طيب أبو علي ماذا عن قصف أبو علي ماذا عن قصف قوات النظام بلدة التمانعة بقنابل فسفورية هل قمتم بتوفيق حالات؟ في الريفة الجنوبية تعرضت بلدة التمانعة على القصف من الطيران الهليكوبتر بالقنابل الفسفورية الحارقة أما في الريفة الشمالية تحديدا بلدة زردانية أيضا تعرضت للقصف وتحليق مكثف للطيران الحربي في تمائها وفي معرفة مصرين على ريف معرفة مصرين طامت أيضا الطيران لإلقاء العديد من المرامين مجمل الحديث أن محافظة إدلت تعرضت في طرف الفارحة وليلة البارحة مما أدى إلى دمار واسع زين المنازل الأحوال الإنسانية صعبة جدا هناك قدوم فصل الشفاء انقطاع لمادة الماظوط وإن كانت موجودة فهي غالية جدا البنزين غالي لا يتوفر القبض الطحين مقطوع أحوال الإنسانية صعبة خصوصا القيم اللاجئين على الحدود مقيم أطمو وبعض المقيمات الصغيرة أكثر من خمسين ألف نازح من حنبل وعين الحمراء وسلي وفريكي بسبب الاشتباتات الجارية وصلت أصورة أبو علي الروجي مراسل شبكة شام كنت معنا من إدلب شكرا جزيلا لك